اكد سعادة السيد ياسر بن ابراهيم حميدان وزير شؤون الكهرباء والماء مواصلة دعم وتشجيع مشاريع كفاءة الطاقة لتحقيق الاهداف الوطنية ذات الصلة انطلاقا من اهتمام مملكة البحرين لتعزيز الطاقة المستدامة والنظيفة والمحافظة على الموارد الطبيعية جاء ذلك خلال زيارة ميدانية تفقدية لسعادة وزير شؤون الكهرباء والماء لمشروع محطة التبريد المركزي في منطقة خليج البحرين والتي تديرها شركة فيوليا الفرنسية الرائدة في هذا المجال حيث كان في استقباله عدد من مسؤولية الشركة وطلع سعادة الوزير على الخطط التوسعية المقبلة للشركة واخر التحديثات في الانظمة التي يتم استخدامها من خلال الاستثمار في التقنيات الحديثة وتطبيقها لتشغيل المحطة بشكل ذاتي كليا وما حققته هذه التقنيات من وفورات في استهلاك الطاقة المستخدمة للتبريد خلال الفترة الماضية من تشغيلها وتقوم المحطة حاليا بتزويد خدمة التبريد المركزي لعدد من المباني والمشاريع الكائنة في منطقة خليج البحرين في الوقت الذي تحقق فوائد عدة على الصعيد الوطني ومنها المحافظة على مصادر الطاقة وخفض الاستهلاك الكلي لتتماشى مثل هذه المشاريع مع الاعلان عن الخطة الوطنية لكفاءة الطاقة والخطة الوطنية للطاقة المتجددة ترجمة نانسي قنقر